من التحديات المؤثرات الخارجية من التحديات المؤثرات الداخلية والمؤثرات الخارجية أخطر بكتير جداً من المؤثرات الخارجية من دمنها الصورة الذاتية الصورة الذاتية كل واحد فينا عنده صورة مرسومة جواه اتكونت من تجاربه من خبراته من برمكته ومن أراء الناس فيه اتكونت له صورة ذاتية عن شكله لو أي إنسان شايف شكله داخلياً النطخين مش ممكن حنزل وزنه حنزل شوية ورجع تاني حسب صورته الزاتية لأن الاعتقاد الزاتي والصورة الزاتية هي السبب في التغيير الخارجي فترى صورتك الزاتية عن حلمك ايه شايف نفسك انت بحقه لو لا مش هتعرف تحقه ولو حققته مش هتحس بيه وهي ناس كتير يحقق أهدافه وحقق أحلامه وبعدين يقعد كده يقول لك الله أنا مش سعيد ليه منحات هدف ياه منحات الحلم أنا مش سعيد ليه ايه السبب لأنه مش مبني على قيمة عليا مش واضح جواك فالصورة الزاتية أصبت نفسك طب تصبتها نفسك ازاي كل يوم قبل ما تنام دي استراتيجية كوب الماء خد شوية مية صغيرة اشربها المخ متغزة على المية والأكسجين وجلوكوس خد شوية مية واخد نفس عميق وطلع الزفير أطول من الشهيق وبعدين غمض عنيك وشوف نفسك في مواقف صعبة وانت متازن وانت بتحلها خلي مخك يشوف هذه الصورة فالصورة اللي جوه بتبدأ تتكون بالطريقة اللي انت عاوزها ومن هنا لما تخلق تاني الصبح لما تخلق من النوم كرر نفس الشيء اشرب نفس المية شوية صغارين وتنفس بنفس الطريقة ومن هنا غمض عينيك وشوف نفسك في نفس المواقف خلي صورتك الزاتية تكون باستمرار مستمرة في الزمن اللي بتعملوا بالليل اعملوا الصبح بتعملوا بالليل اعملوا الصبح لغاية من تبع صورتك الزاتية واضحة هتخرج بعد كده في العالم الخارجي وتلاقي نفسك وتنازل وزنك بسهولة عايز تبطل التدخين جوه الاول لازم تشوفها وبعدين برا عايز تتعلم حاجة عاوز تحضر دكتوراه عاوز تتحسن في حياتك عاوز تكون صاحب شركة عاوز تكون مدير لازم صورتك الزاتية اولا تتغير عشان تقدر توصل تحقق العالم الخارجي فمن دمن التحديات الخطيرة بنسبة الانسان المؤثرات الداخلية ومن دمنها الصورة الزاتية من دمن التحديات التغذية التقديل الزاتي ان الشخص مش متقبل نفسه زي ما هو بيقانم بينه بين الناس انا فاكر في وقت من قوات واحد جاء قال لي يا اخي شوف انا شكل وعش ازاي انا شكل وعش جدا يعني ازاي ممكن حقق هدافي ده انا شكل وعش عمال يقول لي شوف حسين فهم حلو ازاي حلو قال لي انا انا عايز اكون زيها اولترو يا اخي قارن بينكم من اسمعين ياسين وانت هتبقى كويس ان شاء الله اشمعنا تقارن بينكم من ده فانا اقول لك حاجة ما تقارنت بينكم من ده ربنا سبحانه وتعالى خلقنا حلوين زي ما احنا كده اربعة وعشرين ارات يمكن انت قصير شوية لكن عبقاري وعادي يكون طويل شوية لكن اي يكون كل واحد ربنا زبطه اكنها بالزبط دهب اربعة وعشرين ارات كلنا عندنا ولو حاجة واحدة احسن من بعض فعشان كده فتش جواك دور جواك وتقبل نفسك زي ما انت وقدر نفسك زي ما انت لانا ده التقدير الزاتي وحب نفسك زي ما انت انا اول مرة قلت الحب الزاتي الناس قالوا لي يا دكتور لا وده مش مظبوط وحب الزات حرام في فرق عشان كده فيه مشكلة دي في التقدير الزاتي بيقسم من التقبل الزاتي والتقدير الزاتي والحب الزاتي ان انا بحب هضيتي زي ما انا. شاكلي وشعري وشكلي و قدية. و بحب نفسي زي ما انا. مابصش في مرايا. انا شوفت ناس بيجولي في استشراعات في عياداتي. ويقوللي انا ببص في المريهة مش طائق نفسي. واحد بيهازر بقول ن girdibörtبس ببص في المريهة يقول هو كده بس? مش احلى. انا شفت واحد بص في المريهة و تف و خرج. معل��이 ببصطعك نفسه. تلق و رح ماشي. ما ينفعش. لازم بتحب نفسك زي ما انت. لسه بتقدر نفسك زي ما انت. لان في خلال ما انت بتحقق هدافك. كل ما انت بتعمل حلمك. اللي انت هتحقق بي حلمك هو ده. هو ده. زي ما انت. في نفس المكان. فعشان كده حسن نفسك وحسن احلامك وقوي قدراتك كل يوم. فده من المؤسرات الداخلية. الصورة الزاتية والتقديل الزاتي. الحاجة التالتة داخليا. الثقة في النفس. على فكرة الثقة في نفسك الفعل. انك تحط نفسك في الفعل فحاجة بسيطة. لما تنجز هتنبسط من نفسك. هتقدر نفسك. هتزيد ثقتك في نفسك. فشوية شوية وفتش دور اعرى كتب حسن نفسك كل يوم. اعمل تغيير في حياتك ولوه بسيط. عشان التحديات الداخلية ما تقصرش فيك. فانت عندك البرمجة الخارجية. البرمجة اللي انت تعلمتها من العالم كله. اللي خدتها من السبع اركان من الاب والام. وبعدين المحيط العائلي وهكذا. اتبرمجت من العالم الخارجي يبقى ممكن تغير هزي البرمجة. مؤسرات الخارجية اللي فيها اقراء الناس. المؤسرات الداخلية. اللي فيها الصورة الذاتية والتقديري ذاتي والثقة في النفس. اشتغل بدول هتبقى جاهز. انك تجاهز نفسك لايه? انك تعيش حلمك. انك فعلا تعيش احلامك. لانك ممكن فعلا تعيش احلامك. ازا كان الجماعة اللي عملوا الطيارة عايشين احلامهم. انت كمامك وتعيش حلمك. دلوقت. هل ايه بقى سألك سؤال? للمرة السبعة. وانتهى سبعة مرات. ايه حلمك? ايه اللي عايز تحققه? عايز تبقى ايه? عايز تكون ايه? عايز تصبح تعمل ايه? اللي انت نفسك تعمله او تصبحه اكتر من ايه حاجة تانية في حياتك? بس انا اخد بالك. لما تقول انا عندي حلم اعاوز احققه اخد بالك. تقول انا نفسي احققه ولما احققه طول انا ماشي بقى تمتع بالرحلة. وحاجات كتير جدا هتتحسن في حياتي. فتقبل نفسك زي ما انت. في الوقت اللي انت فيه. وتتطلع بعد كده. للمستقبل. في حلمك? المحلم في مستقبل. في ايه حلمك? اهد الوقتي. ورا وقلم. اكتب حلمك. دلوقت. هذه دورة الاحلام. ده انا عدتك بيها اكتر من مرة. الحلم عبارة عن فكرة. ففكر في الحلم اللي انت عاوزه. ده في الوقت الحاضر. بس فكر فيه انت عاد معا الوقتي. اللي انت عاوز تحققه سوى في جزء الروحاني. او جزء الصحي. او جزء الشخصي. او العائلي. او الاجتماعي. او المهني. او المادي. اللي نفسك تحققه. حلم. بس حلم. دلوقت. اكتبه. اكتب احلامك من غير ما تحلل. من غير ما تقيم. من غير ما تقول حاجة اطلاقا. اكتب الحلم. 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 خليها تراكم شوية شوية. عندك احلام كتير. انا لما اقول للناس فكروا في الاحلام. على طول يروحوا للفلوس. انا عاوز فلوس. عاوز فلوس كتير. اما قلوهم احط هدك اليمين كده. واقول انا التسامح بيختارب اليها. والحب بينجازب. او ما اقولهم فلوس يعملوا كده. على طول. عايزين فلوس تنجازب اليها. لان الفلوس اكبر من الحياة. اه بس خد بالك. لو انت ما استحققاش مش هتيجي. ولو جات لك هتبقى فتنة وحتجان لك. فاليزن تكون جاهز داخلية تنبضى في نفسك. علشان ما تجي لك. تبقى مادة جزء مادي روحاني. فالله سبحانه وتعالى يبرك لك فيه اكتر واكتر واكتر واكتر. ومن هنا لما تسأل نفسك ايه حلمي? ويه اللي هيتحصل في حياتي? بسبب ان حققت فعلا هذا الحلم. فالوقت اكتب اول حاجة ايه الحلم اللي انت عاوزه. فدي اول حاجة بتبدأ ايه الفكرة? ده لما جات فكرة. مجرد فكرة. عاش كده لما بدأت في الاول خالص. قلت لك كان حلما. فخطرا. فاحتمالا. ثم اصبح حقيقة لا خيالا. الحلم بقى خاطر بتفكر فيه. وبعدين بقى احتمال امكانية وامل. وبعدين اصبح حقيقة. واحدة في الفعل. اصبح واقع. السيارات واقعة. وما عندكش فكرة عن التقدم العلمي اللي بيحصل يمين دول? كل حاجة بتتحرك بسرعة. الموبايلات فيها فاكسات وفيها ايميل وفيها كل اللي تتخيله. ما كانش موجود عبل كده. لو كان معك موبايل وفتحته قدام اي بلد من خمسين سنة كانوا حرقوك في الشارع. كانوا عندك عندك جن ولا حاجة. النهاردة اصبح موجود في كل حتة عاجي. وعارف واصغر. ايه السبب? احلام. احلام ناس. بص الطب. كل حاجة بتتعمل. زمان عمليات جراحية كانوا بتاخد وقت طويل جدا. وكان بتاخد معدات دقيقة. دلوقتي ممكن تتعمل بالليزر. وبتتعمل اسرة. الهندسة. اي حاجة في الدنيا. شوف اي حاجة هتلاقي فيها تقدم علمي. وفيها تقدم بشري. طالما فيه نمو بشري. فيه تنمية بشرية. وفيه تنمية روحانية. طول ما انت ماشي حاجات بتتحرك. فليه انت ما تكونش من هذه التحركات? عشان كده خد بالك من التلات مبادئ دول. المبدأ الاولانية. خد بالك المبدأ ده مهم جدا. وانا طول عمري عايش من المبدأ. مبشو حاجة في الدنيا اسمها فشل. في نتائج. مش مبسوط من نتائج. ارجع للفعل وغيره. فليس هناك فشل ولكن توجد هناك خبرات وتجارب ومهارات. اللي انت عملت وتعلمت منه. لما تحطها تاني في الفعل هتكون افضل. لما حد يقول الماضي عندي صعب. طب لو رجعت للماضي هتتصرب بنفس الطريقة? يقول لك لا. يبقى انت تعلمت من الماضي. زعلان ليه من الماضي? ففي الحالات دي. مبشو حاجة وده اول مبدأ. المبدأ التاني لو كان اي انسان في الدنيا حقق اي شيء. طب ما انسان وطبيعة زي انا. انا وانت كمان ممكن نحققه. بس فيه شروط. فان شاء الله لما نشوفك المرة الجاية هنكمل بقية الدورة. وهنكلم على هذه الشروط. عشان نقدر ان شاء الله نعيش حلمنا ونسيب بصماتنا في الدنيا ما احنا عايشين عايشين. فتسيب بصماتك في الدنيا لما تمشي من هنا عاوز الناس يعرفوا ايه. عاوز الناس يتعلموا ايه. عاوز تبدأ. فكر في كلمة دي. ممكن. عايشك تكررها. اقول ممكن. 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 عارف كل ما تقول ممكن. هتحس بامكانية. قولها ورايا ممكن. ممكن. هتحس في حاجة حصلت. لما تقول ممكن يبقى في امل. ممكن يبقى في احتمال. ممكن يبقى اكيد. ممكن لما تكررها بقى خمس مرات. هتلاقي الامكانية بتزود الرهبة. بتزود القوة. فاي حاجة تحلم بيها. فكر فيها. ودي احتمال. وكرر كلمة ممكن على الاقل تلات مرات. وقت ما نشوفك المرة جاية? افتكر باستمرار. لان تطولك ولا عرضك ولا وزنك ولا اسم العيلة ولا اسم حد ولا العنوان اللي حد ادهولك ولا انت اديته لنفسك ان انا فاشل انت مش دول. انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. انت اللي صخر لك السماء الارض وما بينهما. انت ربنا سبحانه خلق بيده كريمك يا ممكن هو يكون فيكون. انت معجزات في معجزات في معجزات. ليس لها حدود. لسه كل يوم بنكتشافها. ده انت. عشان كده عش كل لحظة. كانها اخر لحظة. فحياتك لانه والله ممكن تكون اخر لحظة. فحياتك.